موسيقى موسيقى يا أهلا فيكم من جديد تحدى رئيس الغرفة التجارية بينبو علي المسعد وزارة العمل على القضاء على البطالة في السعودية وأعلن دراسة علمية قام بها تحت مسمى المشروع الوطني أكد أن الدراسة كفيلة بهزيمة بطالة الشبان والشبات السعوديين والسعوديات نهائيا وستؤمن حياة كريمة للعاملين منهم في القطاع الخاص حول هذا التحدي وفكرة المشروع الوطني الذي ذكره خلونا في البداية نشوف هذا التقرير وبعدها نفتح النقاش حول هذا الموضوع طيب التقريم بعد جهز شبابي لان ينجز التقريم خلونا يرحب صاحب التحدي المليوني ينضم معانا من السيديوهاتنا في جدة رئيس الغرفة التجارية بينبو على الأستاذ علي المسعد أستاذ علي حياك الله معانا في أهلا حياك الله ومساك الله بالخير معاك الشيك اللي بمليون ريال لوزير العمل أكيد جاهز طال عمرك طيب خليني أنت ما زلت عند التحدي وبعدين أيش اللي خلاك تتحدى هذا التحدي المليوني وبشيك بمليون ريال أولا ما في شك اليوم يعني وضع البطالة هي هم كل أسرة في هذا الوطن سواء ما في أسرة إلا لديها بطالة أو لديها باستقبل غامض لأبناء الشباب بالمستقبل إن شاء الله فوضعي أنا في السوق حوالي أكثر من 30 عام ويعني مراقبتي للأوضاع ومراقبتي لوضع الشباب في السوق وقراءتي للمستقبل بالنسبة لهم هي التي جعلتني أضع هذا الشيك وهو الشيك من أجل إثبات الجدية فقط إثبات الجدية وأيضا في حالة أن وزارة العمل قالت أن هذا الكلام غير صحيح فيستحقون الشيك بكل جدارة وإذا كانوا أنهم ما استطاعوا أن يقولوا أن هذه السلبيات التي سوف أذكرها الآن أنها موجودة فما في شك في إذن حنا كلنا أن يكون أمامنا في مشكلة لابد من حلها طيب أستاذ علي خليني أتكلم أنه أكيد أنت ما تحددت هالتحدي لأنك يمكن ما أعجبك الخطوات التي قاعد تقوم فيها وزارة العمل لأجل توطين الوظائف ما في شك طيب وش تقييمك وش اللي ما أعجبك في خطوات وأعمال وستراتيجيات وزارة العمل في ملف البطالة حتى تتحدى هذا التحدي شوف يا أستاذي أولا كان المؤمن مزارة العمل خلال العشر سنوات الماضية والمملكة تشهد أضخم ميزانيات أن تضع يعني خطة واضحة لمستقبل الشباب وتأمل لهم وظائف ذات مصار وظيفي واضح ولكن مع الأسف لم توفق وزارة العمل خلال هذه السنين في وجود أكبر نهضة وأكبر ميزانية في عادة خدمة حرامين الشارفين وأنا أعلنت مشروعي أقول هذا المصار وهذا البرنامج الذي تسير عليه وزارة العمل هذا الطريق غير صحيح وسوف وصلنا إلى طريق يعني غامض وإلى وضع غير جيد وأستشهدت ببعض الأمور وعندما أحقيقة كنت متحفظ في هذه الأرقام كنت أقول لدينا عشرات الألام من البطالة ولدينا عشرات الألام من السعود الوهمية ولدينا عشرات الألام من البطالة المقنعة ولدينا عشرات الألام من الشباب المحبط يتقاضى رواتب بدون مصار وظيفي لدينا عشرات الآلاف من الشباب الغير مدرب تدريب نوعي وأيضا المواطن في الجال الأخرى ارتباع التكاليف على المواطن المستهلك لدينا آلاف المؤسسات الصغيرة أقفلت في طريقة للزوال لدينا غلى الأيد المهنية على المستهلك والجانب أيضا لدينا مشاريع بالمليارات متعثرة بسبب العمالة لدينا حوالات العمالة في تزايد تجاوزة 200 مليار لدينا عزوف كبير من رجال الأعمال عن الاستثمار وتحولي للعقارة وسوق الأسهم وتوجه إلى استثمارة خارج المملكة اتفاع تكلفة المشاريع بسبب العمالة كل هذه الأسباب أطلب من وزارة العمال أي شخص من وزارة العمل يقول أن هذا الكلام غير صحيح وأقول له تفضل هذا الشيء وأنا أسف على هذا الكلام سيد علي خلينا نعرف بإش فكرة مشروعك الوطني اللي تتوقع أنه سيقضي على البطالة نهائيا طبعا شوف أولا يعني المشروع هو مشروع وطني يقضي على البطالة ويرسم خارط الطريق لمستقبل الأجيال بمشيئة الله وأنا هنا أقول إذا كانت وزارة اتفضل طرام إذا كانت وزارة العمل تعتبر السعودة الوهمية إنها جريمة فأنا أيضا أعتبر السعودة المقنعة هي جريمة أيضا ولكن شوف عادة من يصل إلى هذه الدرجة من التجريم فهو وصل إلى درجة الإفلاس يعني آخر العلاج الكي يعني ما وصلت وزارة العمل إلى هذا الموضوع إلا إنها صبح عاجزة عن حل هذه الأشكال الذي الآن مصاب بها البلد والذي يعني هو هاجز كل الشباب الموجودين الآن سيد علي أبغى برنامجك الوطني يا الحين ما قلت لي إيش فكرة برنامجك الوطني نعم أبغى الفكرة حمس سيد علي عفوا بس حمس لنا نعرف إيش الفكرة هذه اللي رهنت بمليون ريال وزارة العمل إذا طبقوا أبغى عرفها إيش هي أكيد يعني تفضل أبشر أولا المشروع إن شاء الله هو مجموعة من الحلول لا بد أن تنفذ حزمة واحدة وكما ذكرت هذه يعني برضو مش مسؤولية وزارة العمل فقط بل هي مسؤولية وزارة العمل ووجهات أخرى من أجل أن نطلع بهذا المشروع حنقضي على البطالة حنرسل مصار وظيف لكل شباب بالمستقبل إنهاء السعودة الوهمية والمقنعة تحويل البطالة إلى طاقات منتجة تساهم في دعم الاقتصاد نخلص تكلمة لأيدي العمالة العملية هذه أهداف أنا أريد أن تعلمني إيش هي البرامج والأفكار والمشاريع اللي حدد لها البطالة هذه كلها عرفينها الأمور أنا أولا أنا حق تفضل أبشر أبشر لا بشك الآن طبعا المشروع مشروع زي هذا كبير جدا لا بد لها من وقت أطول ولكن إن شاء الله من خلال الوقت هذا أني أوصل للفكرة أولا إنشاء الشركة الوطنية للتاهيل والتوظيف والاستثمار وهذه الشركة قد يكون ترمز إلى شركة توطين يرأس مجلس إدارتها وكيل وزارة العمل الأعضاء هم عشر أعضاء وزيرة الاقتصاد والتخطيط أو عفوا وزارة الاقتصاد والتخطيط الهيئة السعودية للمدن الصناعية وصندوق التنمية الصناعي والموثل عامل لتعليم التقني ووزارة التجارة هذولا خمسة وزارات أعضاء في المجلس وهناك خمسة أعضاء من رجال الأعمال الشركة هذه تحت منها ثلاثة إدارات مهمة جدا الإدارة الأولى إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية والإدارة الثانية إدارة التدريب والتوظيف والابتعاد والإدارة الثالثة إدارة الاستثمار يعني الفكرة في هذا طبعا الإدارة البحوث الفكرة في إنشاء هذه الشركة الفكرة إنشاء الشركة الشركة هذه أنا مثلتها قلت هي الأب الحازم والأم الحنون لكل أبناء الوطن الذين لم يجدوا وظيفة أو لم يعملهم وصار وظيفي فهذه هي الشركة بمثابة الأب الحازم والأم الحنون وهذا العنوان تحته سينطوي عدة قوانين وعدة أنظمة إن شاء الله بأنها تحتوي هذا الشباب كلهم وأنا قلت الشركة الشركة تمتلك كل وظيفة على طراب هذا الوطن تشغل بوافت سواء دكتور أو عامل يعني ثمانية أو تسعة مليون موجودين الآن عندنا في سوق العمل الشركة هذه تمتلكها لأنها متى ما أهلت السعودي يكون يشغل هذه الوظيفة هذه الشركة ذات ميزانية مستقلة عن وزارة المالية هذه الشركة سوف تدرب وتبتعث على حسب الحاجة وتخلق فرص وتخلق فرص عمل ذات مصار وظيفي وهذه الشركة تحتضن كل طلاب عمل سواء يعني أصحاب الاحتياج حتى أصحاب الاحتياجة الخاصة تحتضنهم هذه الشركة كل أبناء الوطن الذين لم يجدوا وظيفة في المصارات الموجودة عندنا الآن في الدولة وهذه الشركة سوف تؤمن بإذن الله مصار وظيفي لكل شاب جميل الكل يحتاج طبعا إن شاء الله أن تكون هذه الشركة هي المؤمن طيب دكت أستاذ علي لو حبيت بس أعطيك واحد من نشاطات الشركة أعطني بسرعة بس باقتصار يعشان وقت ينتهى بس باقتصار النشاط الاستثماري النشاط سوف يدور بفكر تجاري قسم من اقسام الشركة سوف يدور بفكر تجاري ويستعام فيه بكل رجال الفكر والاقتصاد في الجامعات ومركز البحوث خلق فرص عمل حقيقية تعتمد هذه الدراسة المشاريع على جدوى المشاريع الصناعية واستهلاكي مميزة منافسة يغطي الاحتياج الداخلي وإمكانية التصدير طبعا حنا هنعمل على توطين صناعات رجال الأعمال هذا الشركة يقود القطاع الخاص حنا زي ما حنا بنصنع الآن صناعات مترو كاميكا لما تطوره حنا نقدر أن نعمل صناعات صغيرة ورجال الأعمال السعوديين زي ما أبدعوا في دول الخليج والخامات تطلع من السعودية وتصنع وترجع لنا ثاني مرة عندنا ألف شركة أجنبية باستطاعتها أن توطن هذه الصناعات داخل المملكة مقابل تدريب أبناءنا وأيضا يعملون فيها بعد الوضوع إن شاء الله مقابل نسبة بسيطة لهذه الشركات طب ساد علي أنا وقت ينتهى بس أسألك سؤالين الله عفيك أبغى جواب مختصر عرضتها على وزارة العمل فكرتك في أحد تفاعل مع هالفكرة فكرة المشروع الوطني شوف أنا سبقا قلت أنه بالنسبة لوزارة الموضوع هذا يعني طرحه لوزارة العمل هذا موضوع وطني وموضوع كبير جدا ولي بيقوده القطاع الخاص وهذا الموضوع فيه طرحه وأنا واثق إن شاء الله وأنا مستعد قابل أي اقتصادي يناقشني في هذا الموضوع بأني أثبت أن هذا المشروع هو الطريق الصحيح لتأمين مستقبل لأبنانا وأبنانا يا سيد الفاضل بس ما جاوبتني في أحد ساد علي لما ذهبوا كل العمالة هم الذي يقابوا بالبلد ساد علي في أحد تفاعل مع هالمشروع خاطبت مع وزارة العمل مع أي من الجهات الحكومية سيد الفاضل أولا شوف المشروع هذا شوف أولا المشروع هذا أنا بديت به في وسائل الإعلام حبده إن شاء الله طريقي منه الغرفة التجارية لأنه من الشريك الرئيسي في هذا الموضوع لأنه هذا اللي بيقوده القطاع الخاص على فكرة القطاع الخاص هو اللي بيقوده الموضوع هذا طيب أنا أتمنى في الجهات الرسمية أن تدعم هذا الموضوع أنا أتمنى الحقيقة أنك تتواصل مع الجهات المسؤولة ومنبر ياهل أكيد هو نافذة يعني إن شاء الله للتواصل وبإمكانك تتواصل تطرح فكرة المشروع بس أنا أقول المليون ريال ما توقع أنه يحتاجها وزير العمل يمكن يحتاجها اللي يبحثون عن وظائف ولمشروعك هيدعمهم إن شاء الله شكرا لك أستاذ علي والله إن شاء الله مشروعي إن شاء الله يكون الحل إن شاء الله إن شاء الله أتمنى لك توفيك شكرا أستاذ علي المسعد رئيس الغرفة التجارية بينبع شكرا لكم مشاهدين الكرام لمتابعتكم لنا نلقاكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من برنامجكم يا هذا بأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة